مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ايام بتبيع أكبر من أبداء وما تنساوش تعملوا لايك الفيديو تشاركوا بالقناة مش تصلكم مخبار تونس لحظة بلحظة كشف المتحدث باسم حراك 25 جوليا محمود بن مبروك على إذاعة يا فام بأنه تم ليلة البارحة من إيقاف عدد من الأمنيين الذين كانوا في لقام على رجل أعمال كمال طيف وذلك بخصوص قضية اغتيار رئيس الجمهورية قيس سعية كما أكد في ذات سياق محمود بن مبارك اللي توقفوا كانوا أول أنهار في رمضان بشيقتوا عطوانسة كل المواد الغذائية كما سرح رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء اجتماعها بعدد من قيادات الأمنية في مقر وزارة الداخلية قائلا أن الذين تم اعتقالهم هم إرهابيون ولا بد من أن يحاسبوا بالقانون متابعا لن نترك تونس لقمة سائقة لهؤلائك المجرمون والإرهابيين الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي وضرب الدولة التونسية وأذا فسعيد أن تونس تعيش مرحلة دقيقة وخطيرة والتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بهدف إسقاطها مؤكدا أن الواجب المقدس يقتذي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لهم إلا السلطة والمال ولا يتورعون في الارتماع في أحضان أي جهة إجنبية شاءنا نكون متاولتش عليكم وهكذا نكون سنة إلى نهاية الموضوع